جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القايد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة وخلال الاتصال أعرب سموه محفظه الله عن تهانيه لسمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بمناسبة الثقة الأميرية من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله بتعيين سموه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع وهو ما يعكس الثقة والاعتزاز بالأدوار الوطنية التي قدمها سمو الشيخ ناصر صباح الأحمد التي تصب في تحقيق النمو والازدهار لدولة الكويت وشعبها الشقيقة متمنيا لسموه كل التوفيق والنجاح في كافة المهام والمسؤوليات في منصبه الجديد واستعرض سموه مع سمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين مؤكدا سموه الاعتزازة بمسار التعاون الأخوي الثنائي وما وصلت إليه من مستويات رفعة